محدش النهاردة يقدر ينكر التأثير المهم جدا للسوشيال ميزا أو للإعلام المتوازي أو الإعلام الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي دي ترجمة حرفية لها في حياتنا وعلى مستوى كمان الإعلام بشكل عام النهاردة كل العالم بيتجه للإنترنت كل العالم بيستقي أخباره مش من مصدر واحد ولكن من كذا مصدر الفكرة بقى إن دلوقتي في شبكات إعلامية بتنطلق على الفيسبوك وعلى التويتر ومش شرط تكون تابعة لا الهيئة ولا المؤسسة ممكن مجموعة من الأفراد يقيموا شبكة إعلامية وبتكون هدفها الأساسي هو إنها تدي الخبر بمنتهى المصدقية على قد ما يقدره هنقش التجربة ديت ولكن من خلال تجربة شبابية لطيفة جدا جدا الحقيقة ولازم نديها تشجيع كبير جدا لأن هي نابعة من جامعة القاهرة شبكة إتكلم الإعلامية اسمها متميز وفكرتها متميز حنعرف عنها أكتر من خلال ديوفنا النهاردة عايز أرحب الأستاذ إبراهيب عبد المنعم أحمد وهو رئيس شبكة إتكلم الإعلامية وأيضا برحب بسانت سمير المسؤولة الإعلامية لشبكة إتكلم الإعلامية أول ما قد نقل لنا إيه خلي الكلام كله لبسانت ها هي هتتكلم هي الإعلامية فهنا هتتكلم تعجبني تأثير منها احكولي على شبكة إتكلم الإعلامية كنين يا بسانت شبكة إتكلم الإعلامية شبكة انطلقت من داخل الجامعة القاهرة أنتوا إعلام؟ أنتوا فكرت إعلام؟ لا لا غريبة احنا أضح لك النقطة دي هي دي فكرة الشبكة هي انطلقت من داخل الجامعة القاهرة لأن ده الكيان بتاعها لأن إحنا يمكن شباب مجموعة من شباب من الجامعة من كليات مختلفة اتجمعنا كنا السنة اللي فاتت في نموذج فكرنا إن إحنا نصلط الدوق على النموذج بتاعنا كناش لقيني بصراحة الدعم الكافي الإعلامي للنموذج النموذج إيه؟ يعني جامعة الدول نموذج الانيوان ده نموذج مؤتمر مستقبل شباب مصر أي حاجة تانية موجودة في الجامعة بتحاول مثلا نهاية حاكم منظمات موجودة إحنا الحاجة الجديدة اللي إحنا كنا بنفكر فيها إحنا ليه مثلا ما نعملش حاجة شبابية نحاول نطلع توصيات حاجة زي حكومة نموذج مستقبل شباب مصر نموذج مؤتمر مستقبل شباب مصر بس الحمد لله والحمد لله قدناها السنة الفات بشكل كويس نقشنا في بعض القضايا السياسية القضايا اقتصادية حاجات في حول الإنسان حاجات في إدارة مشروعات الحمد لله قدرنا نظهر الشغل بتاعنا بشكل كويس الحمد لله هيا الحلو قوي وبعد كده من خلال الترويع لنموذج قلتوا طيب ليه ما نعملش شبكة أخبار في الزبط ايه بقى الفكرة احنا فكرنا ان احنا خاصة بعد الثورة واحدة الثورة فكرنا ان احنا نعمل حاجة احنا الأساس عليها احنا اللي نقوم بها عملنا شركة بتاعتنا فكرنا الاول نعمل صفحة على الفيس التورت بقت يعني لنا جروب كبير على الفيس مع الوقت هنعمل موقع لنا لان احنا فكرنا بالصحافة الإلكترونية لان هي دلوقتي المنتشرة المعاصرة ان كل دلوقتي شاب او كل مواطن فهو بيعمل دور الإعلامي او المرسل هو اللي بيجيب الخبر بنفسه فاحنا برضو يعني حاولنا نختلف ان احنا نجيب الخبر بنفسنا زي ما بيحصل لكن بوعي اكبر ازاي ان احنا ناخد ناخد دورات تدربية نعمل وراش عمل في الاول بدأنا في الصحافة والإعلام ان احنا نطلع من نفسنا صحفيين ومرسلين واعلامين قادرين ان هما يجيبوا الخبر بمصداقية بدقة موضوعية اكتر عشان نبدأ بقى ننشر الرسالة بتاعتنا هايل طيب بتستقوا او يعني مصادر اخباركم منين هاو عمات الفريق العمل بتاعنا مفروض اللي احنا مقسمين المهام عندنا يعني مثلا دلوقتي في حدث معين في حزب معين او مثلا حاجة زي الانتخابات اللي جاية دي مفروض اللي احنا مقسمين مثلا اشخاص الموجودين معانا على هيئة مرسلين على طول موجودين في الاحزاب موجودين في مكان الحدث على طول يعني بنحاول مثلا نجيب عن طريقهم الاخبار ده حاجة في حاجات تانية برضو اللي احنا معانا شخصيات مفروض اللي هي بتدعمنا في حاجات زي كده بتجيب لنا مصادر برضو اعلامية عن طريق العلاقات بتاعتنا العلاقات بتاعت كل الافراد الموجودين معانا في الفريق بس فالحمد لله برضو احنا معانا ناس متضربين من اكتر يعني في صحف برضو كبيرة كلهم طلبة في الجامعة ولا فيهم في طلبة وفي ناس برضو خرجين بس خرجين مثلا بقلهم سنة سنتين بس فيهم من جامعة القاهرة فيهم من ناس من بره جامعة القاهرة مختلف الكلية طبعا طيب احنا حنشوف الجروب ده اكتر من خلال صور بس انا حاجة بتكلم على المدى او صدق التجربة ديت يعني بدأتوا ازاي شايف ناسي الجروب معرفش انا جروب عندي فيه معرفش اذا كانت صح ولا انا غلط في البيج عليها 128 لايك او مفروض اساسا اللي احنا دلوقتي الحاجة اللي احنا بنعملها المفروض الصفحات دي حاجة نازلة بشكل اللي هو ايه شكل مبدئي مؤقت او مفروض اللي احنا دلوقتي الحاجة اللي احنا بنعملها اللي احنا عاملين ورش عمل بنعملها في الجامعة بنحاول نعمل حملات بنحاول نجمع اللي هو ناس مرسلين بنحاول نعمل الدعاية لها بعد كده فيه تدريبات طبعا مع اتحاد عرب صحفين الشبان كان فيه حاجات طبعا عضار المعارف ناس فيه ناس الحمد لله كانوا بيدعمونا حيل بس تعزيكم تقولوا يعني ان البيج الموجودة حاليا اللي هي شبكة اتكلم الاعلامية على الفيسبوك دي لسه زي ما بيقولوا ايه بايلوت او مهدئية صح؟ اللي هو شكل تجريبي زي بس تجريبي كده بزبط لان احنا كمان بنفكر انتم محاطي الشبكة بتاعتنا لما جينا عن شأنها نحنا نبدأ بالصحافة الالكترونية زي ما قالت حرودتك لكن فكرنا كمان ان احنا نطور نخليها الصحافة الورقية برضو ان احنا نعمل مجلة باسم الشبكة لان لا غنى عن الصحافة الورقية حتى وانقل يعني قالت الناس دلوقتي تستخدمها شوية عن اول لكن مفيش غنى عنها طبع يمكن كمان بنفكر نخليها صحافة مرئية او اعلام مرئي بان احنا بنفكر ان احنا يكون لنا برنامج على احد القناة بنعبر فيها عن نفسنا عن مش الشبكة وبس بنجيب فيها برامج اعلامية متنوعة مش اكبر بس حلوة قوي انا شايف ان انتو الاخبار اللي حطناها على البيج كلها متنوعة يعني ما بين السياسة ما بين اخبار العالمية بس لها علاقة بمصر يعني مثلا امريكا تحضر موطنيها من السفر لمصر عندنا كمان اخبار عن الفن شاري عادل وانتروفيو مع شاري عادل واخبار بشكل عام عن كبار السن بتحاولوا تغطوا مواضيع كتير طبعا اكيد ده 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 من الاهداف بتاعتنا اللي احنا بنحاول نغطي الاحداث العامة عامتا في المجتمع المصري وبرا مصر بالاضافة اللي احنا بعد كده بإذن لها الحاجات اللي احنا بنعمل عليها فوكس اكتر برضو اللي هو اخبار الجامعات تقريبا ما فيش اي شبكة اخبارية بتعمل فوكس على اخبار الجامعات بالشكل اللي احنا بإذن لها نوين اللي احنا ننزل بيه نسوى جامعات المصرية مش جامعة الكاهرة بس ده الحاجة اللي احنا بإذن لها نوين نعمله وبرضو اللي احنا بنحاول نوين نعمله نشوف مثلا اي بعض السلبيات اللي موجودة مثلا في الجامعة نقص مثلا الخبرات في بعض الحاجات يعني مثلا نقص الوعي مثلا من ناحية الانتخابات فنوين ننزل بحملة اللي هو نوعي فيها الناس مهمة جدا جدا ربنا بعيكم بصراحة يعني احنا كلنا عندنا مشكلة في موضوع الوعي في الانتخابات خاصة السنة دي مختلفة عن اي سنة كمان موضوع لو نزلنا عملنا استفتاء في الجامعة عندنا بين الشباب وبرى الجامعة كمان عملنا زي تحقيق صحفي عرفنا ايه المشكلة في موضوع الانتخابات لانه هو دلوقتي الموضوع اللي يهم الناس كل حاجة الناس اصلا مش عارفها تنزل تنتخب ازاي ايه موضوع القايمة النسبية والفردي حاجة جديدة علينا المقاعد والتقسيمات وحاجات كتيرة جدا وكيف اختار المرشح اصلا اللي انا عايز بالضبط هيدي كانت مشكلة كل انتخابات يمكن السنة دي مختلفة شوية بعد الصورة وحاجات كتيرة اتغيرت طبع فلازم تكون مختلفة في كل حاجة الناس بقاش عندها يمكن السنة دي كمان وعي ازاي هننزل تنتخب هنعمل ايه صحيح البروستس او العملية الانتخبية نفسها هتم ازاي والاختلاف الكبير اللي حاصل برضو في تقسيم الدوائر دلواتي اللي موجود يعني محدش عارف المرشح ده موجود فين اساسا صحيح طيب دلواتي احنا عايزين نعرف انتو انا شايف ان انتو عندو مشاريع كتيرة عايزين دعملو قرية وعايزين تعملو حاملات تواية وعايزين تعملو جورنال وعايزين تعملو مش عارف ايه وبعدين في نفس الوقت اتو مجموعة من الشباب انتو اكيد عايزين مصدر دعم ومصدر دخل تأكيد من بقى فين اه هو مفروض الحاجة اللي احنا بنشتغل عليها اللي احنا دلواتي بنحاول اه نشتغل بشكل مبدئي اه يعني مثلا حاجة مثلا احنا عايزين نعمل موقع الالكتروني بنروح مثلا لشركات اللي هي شركات الالكترونيات اه نتفق معا اللي هي هتنزل تعمل الدعاية في الجامعة قبل النهاية بتبدينا الموقع الالكتروني مجانا صح بس ده الحاجات اللي احنا بنعملها طرفت رضيق زي بقولو او عمليات تتبادلية منفعة متبادلة بس بعد كده الفكرة اللي احنا بنعملها بعد كده بننزل الاخبار بشكل كبير على الموقع الالكتروني بتاعنا وعن طريق بعد كده الدعاية اللي احنا بننزلها هلني احنا بنزلها على الموقع الالكتروني بتاعنا نقوم عاملين المجالة المطبوعة بتاعتنا بس فالح glorious systemuu مكترناش عن عشرين لكن بدأنا بداية شوية صح إن احنا خدنا في الأول زي ما قلت لك التدريبات أسسنا نفسنا في الأول خدنا توعية سياسية وتوعية إعلامية يعني إلى حد ما جيدة تخلينا نحنا نبدأ الشبكة بشكل كويس غير كده كمان إن احنا اللي بيدعمنا بعض مؤسسات المجتمع المدني بنستعين بيوم في ورش العمل والندوات إذا كانت إعلامية أو سياسية أو أي أن كان المجال فهي بدعمنا من خلال إن بيكون مدربين بييجوا سياسيين خبراء بيجوا هما اللي يقيموا ورش العمل دي أو هما يضي تدريب للطلب عندنا في الجامعة فبالتالي مش بنقول شروا الوعي الواحد ولا اثنين إحنا في الجامعة القاهرة عمتا لكتير من الشباب يعني بيكونوا عايزين يوعوا نفسهم أو يكونوا الثقافة بتاعتهم نهاية زيد بس ودي أعتقد حاجة مهمة جدا أن الجامعة يعني طول عمرها الجامعة هي اللي بتصنع أو بتغير الأحداث على مستوى الشباب وكل المظاهرات وكل لاي من أقول ما تلاقي مقان المركزي أعي من العهد كان أول حاجة لنساء الجامعة يعني في متاع الجامعة ما تفكرش أصلا الأساس لو الحمد لله الجامعة الحمد لله قدتنا الاحتراف اللي احنا نشتغل تحت رعايتها السنادي الحمد لله كشبكة إعلامية ده يعتبر اللي هو أول شبكة إعلامية تنزل على المساوى الجامعة المصرية بس الحمد لله وبرضو لما بنيجي لأيته دعني من إدارة الجامعة؟ مش من كل الإدارات يعني في إدارات طبعا يعني إحنا كنا تابع أكتر من حاجة فيهم حاجة مثلا بعد ما نزلنا تباحها لغوة تصريح بتاعتنا إنما كده؟ آه كده لهو دي مش من المهام بتاعتنا يعني إحنا في الجامعة مش مفروض نعمل شبكة إخبارية أو شبكة إعلامية هل هم خائسين مثلا؟ آآ لواحد مش عارف يعني مفروض إن بعد الثورة حتى كمان ما فيش حاجة أسمها خوفي يعني مفروض يعني فكرة شبابية مفروض يحاولوا يتبعوها يعني أنتو عاملين البديل لمجلة الحائط بتاعت المدرسة والجامعة مش عاملين حاجة مش عاملين بس بشكل أكبر بشكل فعال أكتر يعني مش موضوع بننقل خبر أو بنراسل خبر وخلاص لا إحنا بنعمل دور فعلي إحنا مش بندي وعي بس من خلال كلام أو خبر لا إحنا بننزل بنوعي الشباب ومش إحنا كمان ناس كبار هما اللي بتوعين بشكل فعال أكتر فالمفروض إن هل نحتاج أدعم دعم أكبر شوية طب إحنا هم نحاول هم يعني الحمد لله يعني في بعض الأماكن التانية في الجامعة يعني مع أن فيما أماكن وقفت قدامنا وكده إنما في بعض الدكاترة في الجامعة ساعدونا بشكل كبير قوي وفي دكتور أحمد السباعي ده نائب رئيس مركز البحوث التغارية وأستاذ زكريا ده مفروض اللي هو رئيس نادي المواطنة في جامعة القاهرة دول أدوكم دعم وشجعوكم وسأرموكم الدنيا اللي هو في أي حتة اللي هو قالونا لو طلعتوا ببرة الجامعة إحنا معاكوا وجوة الجامعة إحنا معاكوا في أي حتة بس الحمد لله يعني زي ما بنشوف الحاجة السلبية وبنقول ليه ما بيحصلش ده لازم الحاجة الإيجابية نقول لهم شكرا لأنه هو ده اللي إحنا عايزينه بتقدم بنكلم وقول إن إحنا عايزين للناس الكبارة يساعدونا أهم؟ دكتور زكريا ومين تاني؟ ودكتور أحمد السباعي ماشي؟ الحمد لله والله بدت تحية مننا كلنا ليهم يعني طيب دلوازي فيه مشكلة في موضوع الكلمة شبكة شيء الإخبارية أو شبكة شيء الإعلامية ديت عملت لها مشكلة كلنا طبعا إنتوا عارفيني أنا أتكلم على إيه هي تجارب كتيرة جدا كانت على الإنترنت أيام الصورة والتحديد ده وزي ما كنا بنقول إحنا مندور على الإعلام البديل أو على الخبر الحقيقي من المرسلين اللي على الأرض سواء من تويتر أو سواء من فيسبوك أو من خلافه وحصل إن الشبكات دي أو إحنا كنا بنعتمد عليها بشكل كبير فجأة لقناها بتنشر أخبار مش صحيحة وفجأة لقناها بتنشر أخبار متحيزة لجانب عن جانب تاني مصداقية الخبر وإزاي حتتلافق إن انتوا تطلعوا من السمعة دي أو من المشكلة دي إحنا عشان كنا بالفعل إحنا شفنا حاجة زي كده هنا من جت جت من هنا الفكرة بتاعتنا فكرة كده الشبكة إن إحنا نحاول نختلف لقينا إن في شبكات كتير بتطلع لإن أخبار كتير بتطلع ويمكن دوت الفترة فاتت تسبب فتنة وشائعات وحاجات كتير أثرت على سمعة الإعلام عامة حتى الإعلام للتلفزيون فبالتالي إحنا فكرنا إن عشان كده إحنا في الأول نتأسس نكون مرسلين كويسين صحفين كويسين عارفين إزاي نجيب الخبر من أي مصدر نتواصل إزاي مع الخبر ونوصله إزاي يمكن ده الأهم إن إحنا نوصل الخبر إزاي يمكن لقينا فترة فاتت في حاجات صغيرة بيتسلط عليها الدوق جامد لعشان غرض معين بالزبط في حاجة كبيرة ممكن نتغاضع عنها عشان مش عايزين نبين حاجة معينة إحنا لما خدنا التدريبات في الأول فكرنا يعني ناخد تدريبات صح نفكر أول حاجة نبص عليها إن إحنا نكون عندنا موضوعية حيادية يمكن الحيادية دي في فترة فاتت شوية ويعيد وكمان وكمان إن إحنا يكون عندنا دقة في الخبر نفسه حيادية